انتوا عارفين طبعاً من أول ما بدأنا برنامجنا وإحنا بنتكلم معاكم في كل الموضوعات اللي بتشغلكوا وبتشغلنا واللي بتخليكوا قلقانين واللي بتخليكوا حيرانين واللي بتتعب حالتكم النفسية أنا كمان كأم بتخاف على أولادها وعلى مستقبلهم النهاردة هنتكلم معاكم في موضوع خطير جداً 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 وحقيقي ومن قلبي الموضوع ده بيوجع القلب بيوجع القلب؟ آه والله بيوجع القلب مسهلة على أي أم أو أب أو أخ أو أخت أن يشوف حد من أهله وأعز الناس عنده دخل في متاهة الإدمان وقدام عيني أشوفه وهو بيضيع ومستقبله بينهار وبدل ما بفرح بنجاحه وبنجاح ولاده وبيته وحياته تبقى سعيدة لا بحزن على حاله والمصير اللي مستنيه نتيجة الإدمان النهاردة هنتكلم على شبح الإدمان اللي بيهدد أمن وسلامة المجتمع ومش بس كده ده كمان بيهدد استقرار أسر كتير جداً أوى حد يفتكر إن الإدمان بعيد عن باب بيته أوى حد يفتكر نقعد نتكلم كده نقول ده فلان ودي فلانة وده معفش مين وأكني أنا بعيدة عن الساحة في أي لحظة في أي ثانية ممكن الإدمان ده لقيه في بيتي ألاقيه في ابني في بنتي في أخويا في أختي في باب في والدي الإدمان بيدخل البيت على فكرة يا جماعة من غير أي استئزان وهنا طبعاً بتكون الصدمة الكبيرة الإدمان يا سادة كرسة حقيقية ومشكلة ممتدة عبر كل الأجيال والسنين